موسيقى موسيقى صباح الخير عبر أثير وشاشة صوت لبنان لكن يلي عم بتابعونا بهذا الوقت حلقة جديدة من كواليس اليوم رح نستعرض فيها آخر الملفات الأقليمية والمحلية لسيما بعد عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين بالأمس ويلي أعطت دفع مؤقت على ما يبدو لحكومة نتانياهو العسكرية المترنحة إذا فينا نقول على وقع الضربات يلي عم بطال هذه الحكومة وعلى وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة وأيضا على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وأيضا نرح من ناقش كل مواضيع الساعة لسيما موضوع الرئاسي رئاسة الجمهورية خصوصا بعد المبادرات التي تطلق من عدد من الكتل بلشنا مع الاعتدال وصولا إلى الاشتراك أو مرورا بالاشتراك وصولا إلى التيار الوطني الحرية اللي أيضا رح يطرح مبادرة هذا الأسبوع وأين أصبحت كل هذه المبادرات وأين تصب إضافة أيضا إلى التحركات الدولية في مخص الملف اللبناني وتحديدا أكثر بعد قمة النورماندي بالأمس واللي جمعت الرئيسين ماكرون وبايدن وأيضا الملف اللبناني كان حاضر ولو بجزء بسيط من هذه القمة إضافة إلى لقاء لدريان بالفاتيكان مع كبار المسؤولين عن الملفات الشرق أوسطي إذا صح التعبير وتحديدا الملف اللبناني كل هذه المواضيع رح من نقشها اليوم مع النائب أديب أبد المسيح صباح الخير صباح النور لألك ولمشاهدين استاذ أديب رح نبدأ اليوم بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بالأمس برأيك المعركة في غزة اليوم تتجه إلى أين؟ تتجه إلى وقف إطلاق النار أو ما حصل بالأمس سيأتي زخم إضافة لنتانياهو للاستمرار في هذه المعركة لتحرير باقي الرهائن طبعاً حيأتي زخم أصلاً نتانياهو بالمبدأ باستراتيجية المتبعة بهذه الحرب يتبع استراتيجية أنه لا يرد على أحداً كيف بالأحرى إذا أثبت مبارح أنه إذا كملنا الحرب ممكن نحرر الرهائن ونبارح عطى بصيص نور وعمل للمتظاهرين من أهل المحتجزين الإسرائيليين عند حميس إذن أنا رأيي لا العملية حتكمل وأصلاً إذا ما كملت بيكون في دعس ناقصة للجيش الإسرائيلي ولا حكومة الحرب يلي هي عم بتدير المعركة وأنا بظن مثل ما عم شوفوا مثل ما عم بقرأ أنه حيكمل كرمال يشتاح رفح كلها وهلأ عم ببلشوا يحكوا بسلطة محلية انتقالية من الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة بقى بتصور أنه هذا الموضوع مكمل بالوقت القريب أقل له وتاكرمال يوصلوا للأهداف يلي بلشت مننا الحرب اليوم إذا ما حققوا الأهداف الأساسية وهي الخضاء على حماس ويعني الانشورنس طبع السيفتي طبع الفلسطينيين على الحدود ما بين غزة وإسرائيل هذا ما بيكون يعمل شيء بكل هذه الحرب نعم يريد تأمين الأمن يعني بنهاية المطاف لأنه ما يحدث اليوم برأيك هو معركة وجودية لإسرائيل إن كان على الشمال أو إن كان في قطاع غزة لا أعرف إذا أريد أن أسميها وجودية لكن هي معركة مصرية هي معركة دينية هي معركة بكل معنى الكلمة استراتيجية كرمال إرساء الأمن والأمان للإسرائيليين وللنظام الإقتصادي الإسرائيلي يلي كبر كثير كثير من 82 لليوم هذا موضوع كثير حساس للإسرائيليين لأنه عم نشوف فيه استثمارات هائلة آخر عشر سنين بإسرائيل بالموضوع الاقتصادي والبومي اللي عملوه كمان بالمجال النفطي والغازي هذا موضوع طبعا مصيري من ناحية إرساء الأمان ومن ناحية حماية النظام الاقتصادي والتجاري لإسرائيل نعم كان لافت أيضا بالأمس التدخل الأمريكي المباشر في هذه العملية وهذه العملية ما كانت لتحصل لو لا هذا التدخل الأمريكي ويلي ما إجعل سيرتو بايدن بخلال حديثه وعم بيقول مبروك لنتنياهو على هذه العملية إنما كانت اليد الأمريكية هي الأكبر وهي كانت أكبر من اليد الإسرائيلي في هذه العملية كيف تقرأ هذا الأمر خصوصا أنه كان في حديث عن خلافات بين نتانيا وهو الإدارة الأمريكية الحالية هلأ شو ما كان في خلافات عم نسمعها ممكن الإدارة الأمريكية عم بتحط حد للتفلت يلي عم بيصير من ناحية الجانب الإسرائيلي مع الأبرياء الفلسطينيين لأنه اليوم بصار فيه رأي عام ورأي عام دولي خطير لكن من ناحية أخرى وواضح أنه السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة يعني بتحمي بتحمي الحكومة الإسرائيلية وبتدافع عن إسرائيل والدليل أنه كل الذخائر والأسلحة يلي عم تجي لإسرائيل هي من أمريكا ولو ما هيك بعتقدت ما قدرت تكملت إذن من مال بإيد الإدارة الأمريكية عم بتجرب تلجم أو تخفف من وطقة الغطرس الإسرائيلية ومن مال تاني لأ عم تدعمها لأنه الأولوية بالإدارة الأمريكية هي طبعا حماية إسرائيل نعم، سنتقل إنوياك إلى الحدود الشمالية لإسرائيل حرب المسندي والإشغالية التي يعملها حزب الله بهذه المعركة برأيك كم فادت فلسطين كم فادت القضية الفلسطينية كم شالت عبق عن الفلسطينيين في غزة هذه المعركة معركة الإسناد أو حرب الإسناد والمشاغلة مثل ما سميها حزب الله حلا ما فادت أبدا خصوصا بالبارت الجنوبي لأنه شفنا أنه عزة خلصت راحوا على رفح مكملين وما حدا عم يقدر يردع نتانياهو أنه يكمل حربه يعني الحرب نفسه لا خفت ولا قدرت وقفت والنتيجة لا أعرف نعم طبعا والنتيجة عم زيد أما من ناحية يعني اليوم التدخل حزب الله بدنا نحصره بالموضوع الشمالي فقط لأنه بالموضوع الجنوبي بدنا نفصله عن الموضوع الشمالي ما قدر حقق أم لكن بالموضوع الشمالي في شعلي كتير خطرة أنه اليوم حزب الله صار لاعب أساسي لأنه تدخر بالحرب وبكرة وقتها بتخلص الحرب هذه أول بند يعني أول بند لازم ننتبه له هذا بهمنا نحن كالبنانيين أول بند بدوا يعني نهتم فيه ونركز عليه هو لما تخلص الحرب كيف بدي يستفيد حزب الله من نتيجة هذه الحرب كيف بدي يؤطفها داخليا هذه الخطورة بس سيد نصر الله قال أنه ما حدا يربط ما سيحدث في الجنوب أو في قطاع غزة بالاستثمار السياسي في لبنان لأنه حزب الله لن يستثمر ما سيحدث في نهاية الحرب في الداخل اللبناني وتحديدا في ملف رئاسة الجمهورية حرب تموز لم تستثمر؟ أين استثمرت حرب تموز؟ حرب تموز استثمرت أنه رحنا بعدها استعمل حزب الله لأنه كان طلع قوي من حرب تموز سلاحه في الداخل استعمل سلاحه في الداخل ورحنا على اتفاق الدوحة يلي غير كل المعايير بقلب الصيغة اللبنانية يعني اتفاق الدوحة اليوم هو هز الصيغة اللبنانية وهيدي هالهزة الكبيرة وصلتنا بعد سنين للي نحن عليه اليوم وهو عدم التساوي بين اللبنانيين وبين القوى اللبنانية وهيمنت هذا الحزب على القرار اللبناني وعلى قرار السلم والحرب بل زاد أكثر من الأول بقى اليوم أنت ما بتطلع على الشغلة شو نتيجتها بكرة بتطلع شو نتيجتها بعد عشرة وعشرين سنة وتكوين لبنان وشكل لبنان كي بد يكون وقتا وهذا كتير خطر وهذا أهم موضوع أنا بالنسبة للي أما الباقي يعني لوجستيا أو ميدانيا أنه صار فيه نزوح إسرائيلي داخلي وصل بعتقد لثلاثمائة ألف نسمة إلى الداخل الإسرائيلي بس بالتالي مقابله أن نحن اليوم الجنوب مدمر بالكامل وكمان فيه نزوح وفيه نزوح وفيه كوست إسرائيل قوي اقتصاديا وعم بيساعدوها الدول الغربية وعم بتساعدها أمريكا نحن مين عم بيساعدنا؟ بما أنك أنت تحكي عن المساعدات اليوم كمان في مطالبة والحكومة اللبنانية أقرت المساعدات للجنوب يعني إلى أي متى سيبقى كل الشعب اللبناني يدفع التعوضات لأهل الجنوب وهن حق لقلهم يعني كناس مدنيين عن تنقص في بيوتهم إنما إلى متى سيبقى الشعب اللبناني سيدفع هذه التعوضات بسبب معارك يقودها حزب الله بطريقة منفردة وما بياخد برأي حدا بالداخل اللبناني لا بالحكومة ولا مجلس نيابة ولا أفريقاء سياسيين بيمشي بالمعركة ومجبور كل اللبنانيين مجبورين بعدين يدفعوا له تعوضات أنت حطيت إصبعك على الجرع على أساس المشكل وهو الانفراد بقرار السلم والحرب ويعني وقتا عندك جهة لبنانية عم بتحط حالة هي مكان الدولة أنت اليوم ما بيعود عندك رأي ولا بيكون عندك وجود أصلا بدي رجعك بهيدا الموضوع على الموازنة لأقرها المجلس النيابي سابقا وأنا حكيت داخل المجلس ويومتها ركزت كثير على بند الحرب وقلت يومتها أنه كانت التكلفة المباشرة والغير مباشرة يومتها بالجنوب هي مليار دولار وسألت هذي فرضا بكرة وقفت الحرب هذي المليار دولار مين بدوا يتحملها وكيف بدنا ندفعها وهي غير ملحوظة بالموازنة يعني كمان بدنا نروح عند الرأي العام ونقول له قبل بوقت أنه هذي الموازنات اللي عم نعملها هي موازنات شكلية وما بتعكس ما بتعكس على الحقيقة الواقع يعني أنت اليوم عندك دين وعندك حرب أنت بقلب حرب خطرة كتير وحرب تطال جميع اللبنانيين مش بس الجنوب اللبناني كرميل هيك نحنا اليوم صلنا بيكوست باعتقد وصلنا للخمسة مليار دولار وهذا رقم كتير كبير بدوا يتحملوا للأسف مرة تانية الشعب اللبناني الشعب اللبناني بدوا تروح من جيوبنا إسه هيدا فوق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والانهيار الكامل يلي نحنا حاليا فيه هيدا هو المشكل الأساسي يلي بيردك أنه نحنا اليوم صار المشكل أو جزور المشكل هو يلي لازم نركز عليه وجرعات البنادول ما بقت نفع عم نكذب على حالنا عم نكذب على اللبنانيين إذا ما رحنا على تسوية شاملة داخلية لبنانية ما بتصور نحنا حنقدر نقوم حنرجع مرة تانية وتالتة ورابعة بالمستقبل لنفس المشكلة اللي عم نواجهها كل خمس ست سنين أو عشر سنين عم تحكي عن تسوية داخلية اليوم في تسوية إقليمية ممكن تصير من بعد ما تخلص هذه الحرب هل برأيك التسوية الإقليمية ممكن تصير على حساب سيادة لبنان يعني بطريقة مبسطة أكتر ممكن هذه التسوية تأتي برئيس غير سيادة إلى لبنان ويكون مصير لبنان اليوم بالـ 2024 كمصير لبنان بالتسعين يوم يلي سلم لبنان إلى حافظ الأسد وإلى سوريا من قبل الأمريكيين وهل التسوية الداخلية في حال حصلت ستنقذ لبنان من هذا الأمر يعني أنت جوابت بسؤالك مثل ما صارت قبل مثل ما تسلم لبنان بالتسعين للنظام السوري ومثل ما تسلم لبنان كمان بالـ 2005 إلى 2006 إلى 2007 للنظام الإيراني كمان ما بنعرف اليوم وبعتقد مش بعيدة كتير أنه تكون التسوية إذا صارت على حساب اللبنانيين إلا إذا ضل في قوى أساسية لبنانية سيادية عم بتطالب بالعكس وعم بتواجه وعم بتقول لا نحنا ما رح نقبل بهكذا التسوية ولو شو ما صار نعم ممكن تنعكس التسوية سلبا على لبنان لكن بنفس الوقت فينا ننقذها طالما هناك جبهة داخلية قوية متينة عم بتقول للرأي العام الدولي والمحلي وهذا اللي عم بتصير أكيد أنه لا نحنا مش حنقبل حنقبل أقل له عم بحكي مثلا هلأ بالملف الرئاسي اللي هو نافذة الدخول لها لأي تسوية أنه مثلا بالملف الرئاسي نحنا مش حنقبل ممكن ما نقدر نجيب رئيس من قبلنا لكن نحنا مش حنقبل رئيس ضعيف رئيس من الطرف الآخر وبالتالي بدنا رئيس يكون نحنا موافقين عليه أقل له ويكون طبعا منفتع على كل القواء اللبنانية هك بدك تبلج وهك بدك تواجه المعركة يلي ممكن التسوية الإقليمية كنا عسابك كنا عسابك اليوم بما أنك عم تحكي عن هذا الفريق اليوم قدى فريق المعارضة موحدة ما عم نشوف حكي رئيس الكتائب النائب سامي الجميل منذ فترة عن جبهة معارضة موحدة في معلومات اليوم بتقول أنه في جبهة شيعية رح بتكون لح تبصر النور بالأسبوعين المقبلين وهي جبهة معارضة بس ليش لحد اليوم ما عم نشوف تماسك كما يجب في المعارضة هلأ يعني اليوم أنتم بتتحملوا مسئولية كتير كبيرة في حال راح لبنان إلى الخيار الآخر إلى الخيار الرئيس غير سيادة وأدخل في نفق جديد إذا فينا نقول لأنه أنتم اليوم ممكن تخلصوا لبنان وممكن لا ليك خلانا نكون صريحين خرجنا من الانتخابات النيابية بالـ 2022 عساس المجلس النيابي مقصوم قسمين نعم قسم معارضة قسم موالات كما نسميهم موانا عوض وإذ تتغير التحالفات وتتغير المواقف داخل يعني ما بين الكتل النيابية بالمجلس النيابي وبتصير تقريبا المجلس النيابي مقصوم ومعقد لدرجة أنه صرت عم تاخد الأمور بالقطع يعني سأعطيك مثل بآخر جلسة انتخاب رئيس جمهورية صار في تسعة وخمسين صوت لجهاد أزعور وواحد وخمسين صوت لجهاد أزعور وواحد وخمسين صوت لجهاد أزعور محفظ الألقاب ضل في عندك تمنتعشر صوت وهني مش قليل لناس ما صوتت يعني اليوم صار عندك عم نلاحظ أنه بكل استحقاق المجلس النيابي مقصم لثلاث شقفت وبالتالي أبيض أسود رمادة أيوة وبالتالي اليوم هذه هي المشكلة الأساسية أنك تجيب الرماديين أو الذين لم يقرروا أنك تجيبهم وتشتغل عليهم إذن الأمور معقدة أكثر ما تقول أنه المعارضة مجتمعة أو لا بالنهاية فيه يمكن مرات يكون فيه اختلافات بقلب المعارضة ويكون فيه تنوع ويكون فيه مشاكل ويكون فيه رأي ورأي آخر لكن بالنهاية أنا أبأكد لك وقتها بيكون فيه استحقاق كبير أنا ما بعتقد حدا من المعارضة بيتجرأ أو بيقدر يفكر حتى أنه يكون بمكان آخر وبالتالي ما هون هي المشكلة المشكلة هي أنه أنه نقنع العدد الأكبر من النواب أنه يروحوا على المكان الصح كرمالي نجيب رأي الجمهورية هلأ بتقلي فيه عدم يعني ما فيه استفاف واحد بكل شيء أنا بوافق ما فيه وإن شاء الله يكون فيه جبهة موحدة تقدر تتفق على كل الملفات لكن بالنهاية هاي دي المعارضة نفسها بكرة بالانتخابات النيابية وسبع بالانتخابات النيابية يلي صارت الماضية أنه كان فيه تضارب بهم بعضهم وكان فيه تنافس شديد وأوي وبالتالي طبيعي جدا أنه ما يكونوا كلهم على نفس الموجة لكن بالاستحقاقات الكبيرة فيه تنسيق دائماً عم بصير بين صفوف المعارضة وعم يجتمعوا مع بعضهم كرمال يكون وقتها يروحوا على استحقاء مهم يتعلق بمصير لبنان وهوية لبنان ومصير اللبنانيين بكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتشوف أنه لا التنسيق حاصل وهذا مثلاً يلي صار بالتمديد لقائد الجيش بعدم المشاركة بالتمديد للبلديات وأيضاً آخرين نعم البروفيل تبع رئيس الجمهورية المقبل بحسب هيك إذا فينا نقول تحليلك اليوم هل هو رح بيكون أمنة رح بيكون اقتصادة أو يعني في كتير تحليلات بهذا الأمر اليوم قائد الجيش بما أنه جيت على ذكر قائد الجيش موجود بالولايات المتحدة الأمريكية عم بيقوم بسلسلة لقاءات لدعم المؤسسة العسكرية أدي اليوم بعد فيه عنده حظوظ قائد الجيش بهذه المعركة أو اللح من روح مثل ما بيقولوا بعض سفراء الخماسية إلى شخصية اقتصادية تنقذ لبنان اقتصادية أنا شخصياً مع أنه الشخصية المقبلة تكون شخصية اقتصادية يعني تفهم بالاقتصاد تفهم بالريكافري والريفورم تفهم بأنه البلد كيف يمركب من ناحية المالية ومن ناحية السياسية المالية والاقتصادية لأنه عن جد نحن اليوم بأزمة إذا بتسأل المواطن شو بده بيقول لك أنا بدي مصرياتي من البنك أنا بدي تعويدي يرجعلي أنا بدي دائعة ترجع للمواطن أنا بدي سعر الصرف يكون مستقر أكتر من هيك أنا بدي البنوك تفتح البنوك تبدأ عندها سيولة إذن اليوم الرئيس المقبل ولو ما هي شغلته هي شغلة رئيس الحكومة وشغلة رئيس وشغلة الوزراء والحكومة متكاملة والطبعة السياسية متكاملة لكن ضروري أنه هيدا الرئيس يكون إداريا مناسب خصوصي بالنحية الاقتصادية هلأ الأمن أكيد الأمن مهم قبل ما أصل معك إلى الكتاة الأمنة عم تحكي عن الاقتصاد مبارح رئيس الكتائب تحدث بهذا الموضوع وقال أن حزب الله ما بيهمه يكون في وضع مال مستتب ومستقر في لبنان وما بيهمه الاقتصاد لأنه يريد المحافظة على الكاش ايكونومي يعني لأنه ما بيقدر يتعامل مع بنوك ما بيقدر يعمل تحويلات شرعية رسمية إذا فينا نقول مثل ما بتصير بكل دول العالم بده الكاش ايكوني وقال سيد حسن نصر الله يعني أديش اليوم اللي حزب الله عم بيحارب الرئيس يلي بيكون عنده هذا التوجه الاقتصادي والإصلاحي الاقتصادي هلأ أنا مع اللي قاله الشيخ سامي هو مظبوط أنه اليوم وقال سيد حسن نصر الله بأحد خطاباته أنه نحن في شرعاني معنا لا منلعب بالدولار ولا نحن كله بالدولار هني بلعبوا بالسيارفة وشفنا وقت إجا منصوري كيف هده السيارفة وعندنا مؤسساتنا وعندنا تمويلنا وعندهم القرد الحسن وعندهم دولة بقلب دولة أما بقى بدي ساميها دولة العنعم ساميها دولة هي دولة دولة بقلب دولة إذن نعم يمكن ما بينسبهم هذا الموضوع لكن من ناحية أخرى أنا بدي بدي أقول وبيدي شدد أنه جبهة أو حزب مثل حزب الله كمان بهمه الرأي العام يعني ما هذه شغلة هذا السلاح كتير خطر بوجه إذا بدي يضل حزب الله متبع هذه السياسة يلي متكلي على الكاش إيكونومي والتمويل الخارجي الغير الشرعي وانتهاك الحدود والسيادي وإلى آخره أنت اليوم شوي شوي هيدا الرأي العام وعم نبلش نشوفه حتى بالمناطق الجنوبية ومناطق بقلب حزب الله هيدا عم يقلب ضده واليوم القوى يلي بتسمي حالها مقاومة هي متكلي أولا وأخيرا على الاحتضان الشعبي لأله وبالتالي هيدا سلاح فتك ممكن بأي وقت يقلب ضدهم والسيد حسن وأي قيادة بحزب الله بهمه كتير الرأي العام ومش مزبوط أنه ما بهمه لذلك هذا الموضوع يمكن يساعدهم على سنة اثنين اثلاثة لكن هيدا ما في يستمر وبالتالي إذا حزب الله عنده استراتيجية صحيحة كمال يستخدم الرأي العام لازم لازم يشتغل أنه يجي رئيس تجي حكومة تعمل البلد مستقر وترجع الحياة الاقتصادية إلى غير هايك بيكون هو عم بيغلط وعم بيغرط بمكان بك آخر وهيدا حينقلب عليه وبدو ينقلب عليه يوم من الأيام طيب بالنسبة للشق الأمن شهدنا حادث أمنة بالسفارة الأمريكية من كم يوم قد اليوم برأيك الأمن صار متفلت يعني كل يوم تقريبا عنا حادثة أمنية عم بتصير اليوم بلشت ترجع تطلع أخبار عن الخلايا النائمة بمناطق معينة داعش رجع إلى الواجهة أو عم بيرجعوا إلى الواجهة مثل البعبع يعني طبع داعش كل مرة قد اليوم الوضع الأمن مهتز وقد ممكن حزب الله إذا حس حاله مندق بمطرح معين أو مزروق بمطرح معين مثل ما بيقوله بالسياسة يروح إلى هذا الأمر يروح إلى هذا الجانب يخلق أحداث أمنية بمناطق بعيدة عن مناطقه خصوصا أنه كمان كان في حديث عم ينقال أنه فيه نوع من التململ داخل الطائف الشيعية أنه نحن مناطقنا عم تنقصف ونحن عم ننزح وعم ندهجر بالوقت اللي المناطق الأخرى في لبنان وتحديدا يعني المناطق المسيحية عم تنعم بالحفلات والصيف والمهرجانات والسياحة ليك بهذه الحالات دائما وقتا بيكون فيه توتر أمني كيف إذا بالأحرى هو حرب قائمة بمنطقة بلبنان ووجود فراغ سياسي لأن الأمن أولا وأخيرا هو بالسياسي قبل ما يكون أمن ميداني لأنه بس يتخذ القرار في السياسي في لبنان بتظبط يعني إذن بيظل وجود حرب وتفلط وبيظل وجود عدم وجود استابلتي سياسي استقرار سياسي لأنه ما في رأي الجمهورية والمرفق العام مش مش مزبوط أكيد بدنا نشهد ومش غريبة وشهدها لبنان سابقا أحداث أمنية متفركة يمكن تكون خفيفة تتوصل لمرحلة شعرفني ممكن توصل لمرحلة اغتيالات مشان هيك هيدا الموضوع جدا حساس هيدا الموضوع يدخل فيه أي طرف إن كان طابور خامس أو سادس أو سامير اللي بدك الجميع ممكن يستفيد من هيك عدم استقرار سياسي وأمني بالبلد وبالتالي نحن لازم نكون كتير متيقزين هلأ نحن طرحنا أسئلة حول وجود داعش خلف هذه العملية اللي صارت عند السفارة الأمريكية بدك تشوف هيدا الموضوع من المنزار اللبناني ومن المنزار الأمريكي المنزار اللبناني فيه ناس عم تتمسخر على الموضوع وفيه ناس عم بتقول هيدا ولا شي صار وهو كل مرة عم يخلقونا بعبع داعش وبعبع نصرة تنظيمات الإرهابية بنسبة العين الأمريكية هذا تهديد بالقتل وهي عملية قدت إلى جرح أحد حراس السفارة الأمريكية يلي ممكن بدل ويكون أي ديبلوماسي كان طالع أو خارج بايد المنطقة يعني بالنسبة للأمريكي هذا موضوع جدا مهم ويخطي أنه يصير في يعني دخول بالعمق وتوسع بالتحقيق وأجهزة مخابراتية تقدر تكتشف مين في وراء هذا الشخص كتير مهم يلي صار أنه ينكشف للآخر كرميل هايك هلا عم نسمح أنه صار الموقفين تقريبا 21 شخص ضروري هيدا الموضوع إن كان الأجهزة اللبنانية بالتعاون مع السفارة الأمريكية أو بالعكس ما بعرف بس بهمنا أنه هيدا الموضوع ينكشف لأنه موضوع خطر هون في سؤال سألوك كل اللبنانيين ليش وقت صار هذا الحادث ضغري بلاشة التوقفات ضغري صار في مداهمات لمنزل اللي عمل هذه الحادثة بالوقت اللي في جرائم كتير صارت بلبنان ما قدرنا عرفنا لا مين ارتكب ولا صار في هذه التحقيقات الجدية هل توافق اليوم وقال الشيخ سامعة بأحدى بالجريمة ضغري منك شفا صح للأسف استاتيستيكلي هذا الحكي مضبوط لكن فوق هذا بهذه الحادثة بالذات أنت تتحدث عن السفارة الأمريكية يعني الدولة الأمريكية التي تمول الجيش اللبناني 90% من تمويل الجيش اللبناني والاستقرار الأمني بالبلد وراء الحكومة الأمريكية وبالتالي على الجيش اللبناني وتحديدا مخابرات الجيش اللبناني أنها تقوم بواجبة تتبرهن للأمريكي أنه كل هذا الدعم له أسمر بمطرح معين وأكيد ستلاقي اهتمام طبعا هذا بالمنطق التساوي وبمنطق دولة القانون وبمنطق العدالة غير مزبوط لازم أقل جريمة موجودة بالكورة أو بعكار أو ببنت جبال تكون بزاة الأهمية لأي اعتداء على سفارة لكن لكن إن شاء الله نقدر نوصل لهذه دولة القانون اللي نحنا طامحين لأ لكن بالوقت الحالي للأسف لا يوجد وأي شيء له علاقة بجرائم سياسية أو بانتهاكات أمنية صادرة من خارج البلد ما عمل إليه حلول لذلك طبعا أنه ما في تساوي بكشف الجرائم وبالتالي في ناس بسمني ناس بعسل في ناس الدولي ما لها قلب أو ما بتقدر أو ما بيخلوها يفوتوا يكشفوا جرائم مثل جريمة المرفق وفي محلات تانية مثل جريمة المرفق بلا أولا دايما أعذار كرميل ما يتوسعوا بالتحقيق ولا يوصلوا على خيوط ممكن يمس بأجهزة خارجية أو ممكن يمس بأحزاب داخلية مثل حزب الله لا شفنا كانت واضحة يعني وقت وفيق صفا نزل إلى العدلية وهدد مباشرة القاضي بطار يعني إذا بيدو كافي بالتحقيق لماذا بمرفق بيروت بمرفق بيروت لا 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 أول ما صار الانفجار ضلوا 6 ساعات المرفق تحت سيطرة الناس مش معروف من نية تا كان إجاء الجيش اللبناني ضل منطقة طويلة عريضة قريبة على الحوض الخامس العالم عم تطلع وتفوت عليها والجيش اللبناني ما قدر سيطر عليها لبعد 6-7 ساعات وأنا عم بحكيك على معلومات يعني لا نقدر نبني بلد وإلا هذه الوإلا اليوم ماذا تدل؟ تعال لك الحرب اللبنانية التي حصلت وقصمت اللبنانيين وروحت كثير ناس وشهد وجرحة وخطفت البلد وتآخر الشي تسلم للسوريين ما قدرت وقفت هذه الحرب إلا باتفاق بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف الموضوع سهل جدا أنا بالنسبة وواضع إذا هذا الاتفاق اتفاق الطائف يلي وقف على الحرب ويلي وقف على الانقسام الكبير الطائفي والسياسي والمناطئ والمذهبي بين اللبنانيين إذا هيدا ما رح يتطبق بدنا نظلم نلاقي إنه لبنان عم بيكون بحرب مع نفسه وحرب ما بين اللبنانيين يمكن منح حرب أهلية لكن حتكون أشرس من الحرب الأهلية لأنه اللي عم نشوفه هو انهيار دولي كاملة وانهيار كيين الحل دائما وهيدا اللي ركز عليه إنه هيدا يا خي الصيغة اللي نحنا منتفقين عليها اللي من وراها حزب الكتائب وحزب القوات وحزب الأحرار وكل هيدا الأعزاب سلمت سلاحها من وراء اتفاق الطائق صحيح تفضلوا كمان طبقوا على الجميع اليوم عدم تطبيقه على الكل عم يعطيك فرق بالمستويات بين اللبنانيين وأنا كفريق سلمت سلاحي وأذعنت لمنطقة الدولة وآمنت بدولة القانون وبدي دولة مؤسسات بينما الطرف الأخر لم يسلم سلاحه وفاتح مؤسسات حسابه ومحتل المناطق وساعة البدو بقوص وساعة البدو بفوت بحرب وساعة البدو بحرب هيدا عم يخلق شرخ كتير كبير بين اللبنانيين وهيدا الشرخ بدو يصير آخر شي نفق مظلم ما بين اللبنانيين كرميل هاك اجا الخطاب الشيخ سامي تقول لهم انه لا يا بد كنت ترجعوا نطبق اتفاق الطائف كله كله ونشوف كيف فينا نحنا نتعايش مع بعضنا تحت هذا الاتفاق بعد ما نطبق ونجرب أو ساعتها لا بدو يصير في معركة يا عدة نظر طبعا معركة لتحرير اللبنان من هذه القبضة اللي عم تمنع اتطبق الاتفاق اللي انا بدي شارك فيه الشيعي بالجنوب والسني بعكار والدرزي بالجبل هيدا هو اللي بيجمع نقطة كثير مهمة اليوم قد مهم المعارضة واللبنانيين من كل الاطياف ومن كل الطواقف يبقوا موحدين حول فكرة لبنان الواحد لبنان الدولي لبنان الكيان لبنان الهوية اليوم اللي هي بخطر اليوم اهيا نروح الى المنطق الطائفة والمنطق الطائفة اكتر ببيع وبيجب لك شعبية بس اليوم قد مهم ما نروح الى المنطق الطائفة وندل موحدين تحت هذه الراية الحفاظ على الكيان على الهوية على المؤسسات الشرعية على الدستور ومشدد على موضوع الهوية اليوم هي اكتر بخطر اليوم في مفاهيم جديدة تفوت تجمع كل الطائف في وجه ما يقوم به حزب الله الحل بين ايدين القيادات الكبيرة بهذا البلد مثل الشيخ سامي ودكتور سامير جعجع وكل يعني الناس بهم هذا البلد انه هايدي المعارضة الموجودة يالي هي ما بعرف 30 31 ممكن تصير 40 هايدي تقبر وتصير جبهة كبيرة من جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطواقف اللبنانية ومن جميع المذاهب مثل ما حضرتك عم بتقول وهيدا كلام مثل ما ايش سامي مبارح هيدا كلام صحيح مية بالمية وتصير جبهة كبيرة تشبه 14 ادار سابقا وبتشبه لقاءات البريستول وقرنت شهوين وتصير جبهة موحدة ضد هايدي الهيمنة يلي نحنا ما بقفنا نتقبلها او نقبلها نحنا حبين من كل قلبنا نعيش مع المكون الشيعي ومع حزب الله ومع التيارات السياسية ومع القوى من جميع المناطق اللبنانية ومن قلبنا نقول هذا لكن نحنا نعيش على شي يجمعنا والشي الوحيد الذي يجمعنا من كل الفرقاء اللبنانيين هو الدستور اللبناني وتحديدا دستور الطائف لا بدنا نحترمه ونطبقه لا بدنا نلاقي حل بديل تاني جديد نعم الابجريد انها ما بعد التحرير بعد تحرير لبنان من القبضة الايرانية لانه ما فيك تعمل اليوم اي نظام جديد واي رئيس جمهورية ما فيك عم تنتقب لانه لبنان محتل مثل ما كمان نرجع لخطاب الامس ما فيك تعمل اي شيء اليوم بلبنان لانه لبنان محتل ما فيك تعمل اصلاحات لانه لبنان محتل ما فيك تعمل سياحة واستثمارات لانه لبنان محتل لأنه ما في دولة لأنه ما في دولة لأنه لبنان محتل والاحتلال الموجود في لبنان ما عم بيسمح بقيام هذه الدولة رح رح أنا وياك إلى المبادرات كنا بمبادرة الاعتدال صرنا بمبادرة اللقاء الديمقراطي والأسبوع الطالع في مبادرة جديدة على ما يبدو للتيار الوطني الحر عنده طرح عنده فكرة رح يجول على المسؤولين على الكتل وكمان كان في حديث أنه رح يلتقي نواب المعارضة يلي عم بيلتقوا بالصيف رح يلتقي فيهم بالبيت المركزي بالصيفة شو صحة هذه المعلومة وبرأيك إلى أين ستؤدي كل هذه المبادرات صح فيه لقاء حيصير بين الطيار الوطني الحر وبين يعني جبهة المعارضة أو المعارضة حيكون طبعا بالصيفة وهيدا اللقاء أنا برأي كتير مهم لأنه هاو دي القوى نفسهم يلي التقوا وتقاطعوا على جهاد أسعور بالسابق وعملوا خرق كتير كبير من أنه يعلوا أصوات المرشح يلي عم تدعموا المعارضة وبالتالي هذا التوافق وهذه المشهدية مطلوبة جدا لكن هلأ صرنا بفاز أنه لازم هادي المبادرات لازم يصير نشوف الثمر أنا رأيي هلأ الحل الوحيد وما رح يكون في حل تاني هلأ بيتشاور وما بيتشاور وبيتحاور وما بيتحاور كل الحوارات وكل التشاور اللي بده يصير قريبا إذا صار ما رح يؤدي لنتيجة ليه أولا ما عم تتحاور أو عم تتشاور على أساس المشكل وهذا دائما عم نحيده على جنب وعم نهرب فيه إلى الأمام ثانيا مرحلة يتفق على اسم مستحيل نقدر نتفق على اسم ومستحيل نقدر نتفق على أي شيء بالوقت الحالي غير ما يكون فيه باكتش كاملة نحنا عم نمشي فيه إذا بغض النظر عن هذا الحل الوحيد هو أنه يقدروا كل القوى تتفق مع بعضها تتقنع الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس بيري أنه يفتح المجلس النيابي ونأجل هيدا التشاور أو يصير فيه تشاور بين الدورات هيدا المهم ونتفق كلنا أنه ما حدا يعطل الدورات المتتالية ما حدا ينسحب من المجلس النيابي غير ما نطلع برئيس جمهورية وأنا مقتنع أنه بهذه الطريقة منوصل إلى انتخاب رئيس أكيد وبطريقة ديمقراطية وبطريقة ديمقراطية ومن أرجي منعطي جرعة أكسيجان كتير كبيرة لللبنانيين وللبلد إذا قدرنا بس عملنا هذه الخطوة كيف بالأحرى إذا رحنا بعدها وجبنا رئيس وزراء إصلاحي اقتصادي ورحنا عملنا جبنا وزراء على مبدأ الكفاءة الوزير المناسب في المكان المناسب في الحقيبة المناسبة وفتنا بخطة اقتصادية واتفقنا مع الـ IMF وانطلقنا وفتنا بورشة استثمارية وورشة إصلاحية بالبلد هذا هو المطلوب ولكن إذا بدنا نضل بمواقع كل واحد قاعد بزاوية وما عم نقدر نحط إصبعنا على الجرح أنا برأي كل هذه المبادرات لن تفيد البعض يقول أنه اليوم نحن عم نلعب بالوقت الضائع هذه المبادرات هي لعب بالوقت الضائع عم نضيع وقت وكلمة السر بعد ما وصلت كلمة السر فيه كلمة السر لأنه فيه مطبخ خارجي هو عم يطبخ الرئاسي لكن بدك تشوف الطرف الآخر مش هو نحن دعينا على اجتماع على جلسة انتخاب بكرة مننزل من انتخاب مرشحنا واضح طيب بس آخر لقاءات عقد طوى مع الخماسية شو كانت الأجواء؟ آخر اجتماع مع الخماسية هي واجتماع يعني بدك تعتبر تشاور يعني يعني أخذوا مننا بعدنا بالمواصفات لا حتى ما يعني ما حكينا بالمواصفات هني أخذوا يعني أخذوا مننا رأي أو تشاور كيف منقدر نوجه يعني كيف بيقدروا هني يقربوا وجهات النظر هذا هو كان الشغل الأساسي للخماسية الخماسية لتشاهدوا كيف بيقدروا يلاقيوا طريقة يجمعوا فيها اللبنانيين أو القوى السياسية يقود أي تشاور يعني الرئيس بري هو رئيس هذه الجلسة وهو المسؤول عن هذه عن هذه التشاورات الثنائية أو الثلاثية اللي عم بتصير بقلب المجلسين لماذا اليوم ما عملتوا مثل ما بدوا الرئيس بري رحتوا إلى حوار انتخبتوا سلامان فرنجية اليوم سلامان فرنجية منفتح على السوريين عنده معزة عند بشار الأسد رئيس النظام ممكن يحل موضوع النازحين عنده قريب من حزب الله ممكن يستوعب حزب الله يقنع حزب الله بأمور أنتوا يمكن بتكون إياها هو رئيس مقبول عربيا كمان مقبول إيرانيا يعني عنده مواصفات اليوم بهذه المرحلة بتخولوا أنه يكون رئيس للجمهورية لماذا ما بتقبلوا فيه لأنه رئيس ميشيل عون كان عنده مواصفات تقدلي عنده إياها على عشرين مرة بكل المعايير وما قدر عمل كل هيدا اللي عم تحكي لأنه ما خليتوا ما زالوا السلطة كانت عندهم والشعبية عندهم والمجلس النهائي اليوم جيبوا سلامان فرنجية وخلوا يشتغل أهلا وسهلا فيه إذا بيجي ويشتغل إذا شغلوا على زوقنا بنقف حدو إذا مش على زوقنا بنعرضوا ديمقراطيا إذا قدرين اليوم يجيبوا سلامان فرنجية لشو بدونينا نقعد على حوار وعلى الطاولة ونحكي ونشرع مجيئه نحن منروح مننتخب اللي بدنا إياه وبالنهاية اللي بيطلع إذا على زوقنا نتفح وإذا مش عزقنا منعرضوا ديمقراطيا وهذا اللي صار وقت الرئيس ميشيل صار فيه معارضة شو بتعلق على كلام الوزير الفرنجية بعد ما كان عم بيعزب الرئيسة الإيرانية وتحدث وقال القائد الخميني الخاميني يعني اليوم شخص مرشح إلى رئاسة الجمهورية عم يعتبر الخاميني قائد لأله كيف توصف هذا الأمر بصراحة لا تعليق لأنه مش متفاجأ يعني إذا بيسميه قائد أو بيسميه مرشد أعلى أو بيسميه الوالي الفقيه هذا ما بيعني أن اليوم في حال وصل إسلامان فرنجي إلى رئاسة الجمهورية رح بيصير لبنان جزء من هذه الولاية لك أكيد هو أصلا جزء من هذه الولاية حاليا يعني نحن جزء من شو لأننا عنا قرار بأيدنا القرار السلم الحرب وين موجودة إذا الرئيس ميقاتل مش بطهران نعم طيب يعني الدولة اليوم غير معنية بقرار السلم والحرب والدولة اليوم يعني الله يساعدها الحكومة الموجودة عم بتدير هيك عم تدعس بين الألغام نعم وبالتالي شو بيقول إسلامان فرنجي كيف بيسمي مش هيدا الهم طبعنا الهم الأساسي إنه التوجه السياسي يلي ممكن هيدا هو يعني وين رايحين بعضا وين كنا وهل تعلمنا من الماضي أو ما تعلمنا هيدا هو الأساسي بديختم أنا وياك استاذ أديب اليوم كان في رد وردود متبادلة بينك وبين النائب ميشيل معوض يعني شو صاير بكتل التجدد اليوم هلا اللي صاير أنه أنه آثار النائب ميشيل معوض على التفي أنا برأيي هيدا كانت شغلي ما لازم تصير ولو مزبوطة ما كان لازم تصير بهذه الطريقة وهيدا ما أدى إلى يعني خلاف لا إلى نشر هذا الاختلاف اللي عم يحكي عنه الزميل ميشيل معوض على وسائل الإعلام وما عندنا قدرين نهديه سو برأيي هيدا الموضوع لأنه في احترام أقله مني أنا لميشيل معوض ما كان لازم هيدا الموضوع يثار في الإعلام يعني اليوم اليوم بتصير أنه بقلب كتلي يكون في اختلافات بين أعضاء اليوم خيو خيو بيختلفوا مع بعض برأيي ما كان هذا الموضوع لازم ينشر بالإعلام وهذا يلي أشججه مع أنه الموضوع هو بنفسه قال أنه هو اختلاف وليس جوهري جوهري وبالتالي إن شاء الله المواضيع بتنحل وبفضل أنه يعني ما بقى نكمل بهذه المواضيع السجلات الصغيرة كرميل لأنه الهدف الأسمى ويظل الهدف الأعلى هو المعركة الكبرى يلي نحن عم نخوضها سوى إن كان مع النائب مش المعوض أو مع أي حدا بصفوف المعارضة كرميل كرميل سيادة هذا البلد وكرميل إصلاحه وكرميل أنقاذه وبالتالي هذه مواضيع صغيرة أنا برأيي لازم نطلع عنا وبالتالي شو ما صار أديب عبد المسيح بعدك عضو بكتلة التجدد أو معلقة العضوية اليوم لا الثاني عضو بكتلة التجدد شكرا لك أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان وشكرا على هذا الحوار على أمل حلقات أخرى شكرا لك بدي أشكر كل يلي يتابعونا عبر أثير وشاشة صوت لبنان على أمل لقائت أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر